أكد وزير الحرس الوطني السعودي الأمير متعب بن عبدالله عقب اجتماع له مع وزير الدفاع الأمريكي في واشنطن أن المملكة ملتزمة بتعهداتها بتدريب المعارضة السورية فوق راضيها وأن عمليات التدريب ستبدأ قريبا وكان مسؤولون عسكريون أمريكيون وأتراك وافقوا على تدريب ألفين من المعارضة السورية في مركز تدريب عسكري تركي نهاية الشهر المقبل أكد وزير الحرس الوطني السعودي الأمير متعب بن عبدالله أن المملكة ملتزمة بتعهداتها بتدريب المعارضة السورية فوق أراضيها وأن عمليات التدريب ستبدأ قريبا وجاء حديث الوزير السعودي عقب اجتماعا له مع وزير الدفاع الأمريكي في واشنطن حيث أكد أيضا أن المباحثات ركزت على الحرب ضد تنظيم داعش واعتبر المسؤول السعودي أن الضربات الجوية التي تشنها طائرات التحالف الدولية ستحقق نتائج أفضل في سوريا إن ترافقت مع جهود ميدانية من قبل قوات المعارضة السورية وأعلنت واشنطن في وقت سابق أن السعودية وافقت على استضافة معسكرات لتدريب مقاتلين من المعارضة السورية المسلحة تصفهم واشنطن بالمعتدلين وذلك ضمن الاستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمواجهة تنظيم الدولة إلى ذلك أكد الأمير متعب لهيجل أن مكافحة تنظيم داعش تستدعي وجود قوات برية وكشف أنه سيتم استلام طائرات أباتشي وبلاك هوك مطلع العام القادم وأضاف أن الطائرات العمودية التي تعاقد الحرس الوطني على شرائها في هذه المرحلة تغطي الاحتياج نسبة لعدد من تم تأهيلهم من الطيارين وهي تغضع لجاهزية القواعد في كل من الرياض وجدة والإحساء وكان الأمير متعب قد وصل الثلاثاء الماضي في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية تلبية لدعوة من وزير الدفاع الأمريكي تشيك هيجل والتقى الأربعاء الماضي الرئيس الأمريكي باراك أوباما